كنا دائما نسعى إلى الفرص الاستثمارية في المنطقة ولدينا جملة من الأفكار ونحن نعمل مع الحكومات لتحويلها إلى مشروعات نبحث حاليا جدواها أهمية البناء التحتية لم تكن في يوم من الأيام أوضحة مما هي عليه الآن فالناس يحتاجون إلى خدمات الطاقة والرعاية الصحية الضرورية وحينما لا يحصل الناس على تلك الخدمات نرى زيادة في المشكلات ونحن هنا للمساعدة على ذلك ترجمة نانسي قنقر